ازايكم يا موليد برج السور يارب تكونوا بخير انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج السور اليوم الثلاث تسعة عشر اكتوبر تشريتي الاول 2021 لا تسأل لماذا تتأخر الاشياء او لا تحدث بالطريقة التي توقعتها قد يكون هذا لمصلحتك وهو ما لا يمكنك رؤيته حاليا جرب تجربة اشياء جديدة وستكتشف مواهبك الخفية سيعطيك هذا استراحة من ضبط حياتك الدنوية التغيير امر اللي بد منه في الحياة ستجد نفسك تمد يد المساعدة لمن تحبهم عطفيا نظرا لترتيبات الكواكب ستشعر بالكرم واللطف وستجد نفسك تساعد احبائك ستكون في مزاج سعيد للغاية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تلك الابتسامة الكبيرة على وجهك سيكون حبك ممتنا لك في نهاية اليوم مما يجعلك اكثر سعيدة ستفهم ان كل الاشياء الجيدة التي تفعلها للاخرين تنجذب اليك ايضا مهنيا سيتعين عليك اليوم معالجة بعض حالات الاحباط الجارية التي تركتك عصبيا بشكل معقول لا تتألم لان هذه العقبات لن تدوم طويلا يمكن ان تكون علاقاتك في المكتب متوترة قليلا ولكن لا تدع اي شخص في المكتب يلاحظ ذلك خاصة رأسائك ابتعد عن اي نقاشات شخصية لانها ستزيد فقط من انزعاجك واحباطك صحيا كن حذرا اليوم بشأن ما تأكله اليوم لان صحتك قد لا تكون جيدة اليوم لا تأكل اي طعام زيتي او حار لانه قد يسبب اضطرابات البعدة وسيعاني معظمكم من عصر الهضم لذا احترس تناول الطعام الذي تحبه ولكن يجب ان يكون صحيا وخفيفا ستستمتع بصحة جيدة قريبا ولكنك تحتاج اليوم الى العناية المناسبة عندما يتعلق الامر باختيارات الطعام توقعات السفر من المحتمل ان تنضم اليوم الى نوع من معسكر التأمل لانك تتبنى اشياء مفيدة لصحتك اسأل اصدقائك او عائلتك عن هذا الامر وقد يغبرونك ببعض الاشياء الممتعة سيكون من الافضل ان تنضم الى معسكر التأمل هذا بمفردك لانه يتعلق بتوفير السلام لعقلك بدلا من الاستمتاع لذلك من الافضل ان تبقى الاشخاص المعروفين لديك بعيدا عن هذا نصيحتي لك اليوم انت تجعل الامور اكثر تعقيدا في ظهنك مما عليه في الواقع نصيحتي للعزاب يمكن للاصدقاء ان يكونوا سامين ايضا نصيحتي للمرتبطين من الممتعة ان تزعج شريكك ولكن كل شيء يجب ان يكون في حدودك وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك افعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بقبار بيكم ومايكم